للعب اللي دائما يلعبها مع الناس أقول لك عباس ما تفكرش في الحصان الاسود مش شايف يحصان اسود حلو كده مع ان عقلك مستوعب على مستوى الاستيعاب بتاع ال ال القشة المخية الأمامية دي ده بقردتك انت انه ده ممنوع يا عباس ما تفكرش في الحصان الاسود يا عباس الحصان الاسود ممنوع لا تفكر الممنوع مرغوب والممنوع يظهر لك أنا فهمك فهمك أنا عايز أخذه على مستوى وكده فأنا عمل ببعث لك موجة حسان السود وقولك ما تفكرش الحسان السود موجة الحسان السود فأنا ببعث لك الموجة لأنها موجة استعبنها ومستعبنها فهي موجة وبقولك ما استقبلهاش كأنك في الراديو عربيتك كأنك عشان أفهمها بقى على مستوى الشعبي والبلدي وكل حاجة الراديو مكتو انت عايز محطة 90-90 افتراضا دي اللي انت عايزها فالراديو انت عمال تدور يجيب لك 105 فاصلة مش عارف كم 8 وانت مش عايزها طب وما انت عايز هي قول لي انت عايز هي ما تقوليش انت مش عايز هي فانت ساعتها بتروح تدور 90-90 عشان دي الموجة اللي انت عايزها لان انت رافض 105.8 لكن ما اقدرش اقول للراديو انا رافض 105.8 ومن انت عايز هي يجيب ان اسعى للي انا عايزه وما اقدرش الموضوع انت عايزه فكر في اللي انت عايزه مش في اللي انت مش عايزه لانه الشيء اللي ربنا خلقه الوحيد هو عقل الانسان العاقل اللي هو المخ الثالث هو الوحيد اللي بيعرف يستوعب النفي لكن ما اقدرش يتعامل بي مع الكون وانا هنا بروح لمنطقة خطيرة شوية بس يعني بروح لها ورزقي على الله بقول لما آدم اتمنع وقال له الشجرة دي not too لا تقربها الجنينة دي كلها اوكي الشجرة دي حسان سودي آدم حلاوة فعيل صح انجاز اصلا انجاز بيليها لان هو احنا بنقول دايما energy follows the focus of attention الطاقة تتبع اللي بيركز عليها اللي بيركز عليها بالزبط جدا energy flows where consciousness goes واحنا المخلوق الوحيد اللي عنده consciousness وده اعتقد في حالة الرغبة وفي حالة الخوف برضو انت لو خايف من حاجة بتظهر لك ما هو انت كل حاجة انت مش عايزها فانت خايف منها انت خايف من الطفل اللي بيعيط في الطيار بس خوف علشان حينكد عليك الرحلة عشان مش حينييمك فانت خايف ما تنامش خايف تنزعج فهي كلها مخاوف طيب كان من المسأل بتاع الادم والجنة انه هو الشجرة دي لا تقرب لا not too ف الموجة ايه الشجرة دي not too العقل استوعبه بس الطاقة ما بتفهمش العقل زي الراديو الراديو ده انت حفزت الطاقة لحاجة معينة طالما انت ذكرتها وطالما انت اضورتها في دماغك الحصان الاسود بعته لك وانا قلتلك مستقبلوش ازاي عما مستقبلوش وانت بعتلي موجة حصان اسود انت بعتلي صورته خلاص انا مبارمك بيه وانت بعتلي صورته وانت قلتلي حصان اسود لو بنفهم انجليز هيبقى black horse يعني ما قولت دعي بيأكد ما قولت اللي هي اكبر معركة واهم معركة الانسان بيقودها وبيقودها مع نفسه في جهاد النفس وفهم نفسه وفي تدريب نفسه دي اكبر اكبر معركة وفهم كون وفهم تركيباته وانه في خضام ده كله يعرف ينمي نفسه لانه تنمية نفسه من تنمية الكون ومن اعمار الارض ودي الامانة اللي عندنا انه انا النهاردة حاجي في سنة وحمشي او حاجي في يوم وحمشي في يوم عملت ايه احاول هل السوفرينج ده اللي احنا قلنا عليه القلم اللي انا رفضته فجاب لي معاناة ساعدني في ان انا ان انا في اليوم اللي حاجي فيه واليوم اللي حمشي فيه هخلي ولا نفس الفكرة دي تخليني لما ألاقي إن هم رفضوا لي الفيديو بتاعي ولا السيناريو بتاعي أجي أقول طيب أوكي الدروس استقبال ونسوي في التعلم والإدوكيشن هاخدها استفيد بيها من أجل سعي أفضل بكرة فخلاص حبدأ من بكرة الصبح أوكي النهاردة حسيب نفسي للألم للإحباط يا سيدي ما عنديش مانع مع تعلم الدروس بكرة حبدأ خدت درس إيه أتعلم بيه بكرة سعي جديد بطريقة جديدة من أجل هدف الحياة والميننج والبيربوس لأنه طول ما أنا عندي ميننج فيكتور فرانك الراجل النمساوي السايكايترست عمل مدرسة علاجية كاملة اسمها اللوجو تيرابي على العلاج بالمعنى طول ما أنت بتدي للإنسان معنى لحياته أنت بتخليه قطر وده كمان بكتشفت أنه أصعب سؤال أو السؤال اللي جاء كلنا بنتفدى أنا اكتشفته لما قريت عن الحالة دي أنه أهم سؤال في الحياة سؤال الوحيد اللي بنتفدى أنت جيت الدنيا دي ليه وعايز منها إيه أول ما تسمع الجملة دي بتحس بضياء شديد لأنك الموضوع أكبر من أن أنا عايز أبقى أحسن مخرج أو أشتر نوفلست أو فأنا أبويا الله يرحمه بيقول دايما عن جدي نبيت شعر كده بيقول أن في الإنساني طاقات اقتدار آهن لو يعرفوا كيف تدهر الله في الأول أنا كنت بسمعها كده أبويا بيقولها طول النهار وبتاعة أنا بقى شاب صغير وبتاعة فأنا أفهم آه أفهمها كده من فول وش وطاقات واختدار وحاجات طيبة وطاقة وتعمل وكله في السعي في السعي في السعي في السعي في السعي إنما القصة لما الواحد بدأ يفهم شوية ويستوعب حاجات حواليه لا طاقات الاختدار أكبر ومكاب كتير حتى طاقت قدرتك على استيعاب الدرس حتى طاقت قدرتك على تحمل الألم إنك متاخدوش معاناة حتى طاقت قدرتك على إنك تتعلم دروش وتمحو تعلمات قديمة مش نفعاك إنت قادر ومقتدر وآهن لو تعرفوا كيف تدير كل هذه الشؤون إنت تقدر تفهم يعني الدوبامين ليه دلال عليك جامد بس أنا واعي وأقدر أديرك وأقدر أتعامل معاك بعد معرفتك إنت قادر على إنك تبقى واعي بإنه الدوائر المخ أو الموصلات العصبية اللي برمقتها حتقومك جدا إنك تبقى عاوش تبرمج غيرها وحتقومك في التغيير وحيبقى كأنه إحنا قلنا الجيوش يعني الجيش بتاعي والجيش المضاد مين بيلعب معي مين بيلعب ضدي إنت قادر على إنك تبقى واعي بمين اللي حيساعدني على التغيير ومين اللي حيتحداني وهو بيتحداني ليه هو يختبرني أشكرك أشكرك والواحد يفكر إنه لو شافها اختبار أو نوع من اختبار بدرجات من التحدي بيبقى كل حاجة جاية هي معركة مفروض تطلع المحارب اللي جوايا فتبقى حاجة برضو لها معنى وتحقق لتأكدات عن نفس تطلع الحاجات الكوية السلفية ولو شفتها علانية حاجات سلبية هابقى دايما مرعوب من حدوثها وتوقع دايما إن فيه مصيبة هتحصل وأنا مش عارف أتصرف فيها